الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله بدأنا بالأصل الأول من الأصول الثلاث من أسئلة القبر فإذا سألك سأل وقال مال ربك ماذا تجيب تقول ربي الله الذي رباني ما معنى رباني ما معنى رباني ما معنى رب الراب هو الذي خلق ورزق خلق الخلق ورزقه هارش ki�� او جسد او الجسد او الجسد اوها الى اوها الى اوها الى اوها الان الله71 خلق الخلق وأمدهم بالنعم بالرزق ومع هذا أراد منهم أن يعبدوه فأنزل الكتب وأرسل الرسل هذه التربية لماذا للروح نعم 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 اشترك عدم أسبsizedها وأنا موجود كامل أسباب وأسباب ثلاثات أ przeciم المجد وكامل أسباب ان ت trek觀 فلأسباب الآن الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية و أسباب حسية نعم 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 الآن مثلا هذا الشيخ لديه ألم في بطني تنتيكس كيتيجل في أمو ماذا أصل حسية أنه بحن هذا المال سأخذ بالأسباب سأخذ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعافي سأخذ و أسباب أنه حسية وبهما أصل يدعو سأخذ بالأسباب لعب الفاتحة سورة ندكس إذن هذا سبب محسوس أو سبب شرعي هذا سبب شرعي الدعاء والرقية الشرعية نعم أو يذهب مثلا إلى الصيدلية ويشتري دواء ويقول يشرب يقول بسم الله ويشرب ويدعو الله سبحانه ويعال في هذا الدواء هذا سبب محسوس ملموس نعم نعم ويشرب نعم اذا قال في ميداتك ويشرب يقول الله سبحانه وطعال سبب فاك فال؟ نعم إذا كنت أرحب ، فهلا يحب نهائي وإذا أرحب التحقيق وفهلا يحب أن يعمل لديه يحب التحقيق وأن تعتمد وإنجرى مالا مجد الله سبحانه وتعالى سبب هذا الشرق وفي أفضل ناس يجعى على البيت أو على السيارة رأس ال�ثور أو الحوت مثلا السمك نعم أو يضع عين أو نعر قديم أو هالا إطارات السيارات أو كف أو يضع بعض الأشياء من البحر أو بعض الخرق والملابس أو يكتب بعض الكتابات لماذا تضع هذه الأشياء على السيارة أو على البيت؟ نقول لأن هذه أسباب لدفع العين ما جعلها الله سبحانه وتعالى هذه أسبابا؟ فهذا الشرك أصغر أصغر وإذا أعتقد أنها هي هذه الأشياء التي تدفع الجن والشياطين والعين هذا هو الشرك الأكبر موسيقى ما الذي يحفظنا أولادنا وبيوتنا ما الذي يحفظنا أولادنا وبيوتنا الله سبحانه وتعايدنا توكار علي كل جيد جميل مجمعه و هذه الأشياء لا تنفع على تضر وليس في أسباب نصنع فقط الأسباب الحسية والشارعين و الله أعلم والله أعلم الله أنقبل أنقبل